عادة ودائما ويمكن قبل ما كنت أعرض الفيديو والتصرحات كنت أتكلم عن مسألة تدخلات في شأن مصر مصر طول الوقت ودائما الرئيس يتحدث في هذا الأمر مصر ممكن تقبل نصائح من البعض بعض الأصدقاء ولكن مصر لا تقبل لا إملاءات ولا شروط ولا تدخلات ده كلام واضح هذه هي مواقف الدولة المصرية عندما يكون لدى الدولة المصرية ولدى مصر أمور تتعلق مثلا والسؤال اللي سألوه ليه الرئيس ترامب حول تعدلات الدستورية أمر يتعلق بالشعب المصري هو ما لأي حد باللي يحصل في مصر الشعب المصري هو صاحب القرار مش حد آخر شعب المصري هو صاحب القرار شعب المصري هو اللي يكتب دستور ويعدل دستور ويغير دستور محدش تاني محدش آخر من خارج حدود الوطن له علاقة بهذا الأمر على الإطلاق من أي حتة لأنه أمر مصري خالص شأن مصري خالص ومصر في هذا الموضوع والشعب المصري بيرفض تماما من يستقو بالخارج من يستقو بالخارج ومن يرتبط عشان يعمل مش عارف إيه ضده لا ده أمور دي فتع عف عليها الزمن ضغط لا مفيه مين يضغط على الشعب المصري كانوا ضغط علينا في تلاتين ستة مش كده ولا هي يضغط علينا في الفين وتسعتاشر ولا الفين وعشرين ولا اتنين وعشرين ولا هابت انتهى حدش بدخل في شأن مصر على الإطلاق تاني بقول لما يبقى فيه علاقات صداقة وعلى أسس قوية آه كل واحد ليه رأي يقوله ولكن من غير محد يفرض علينا أجندته من غير محد يفرض علينا رأيه